موسيقى وكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس سلام عليك أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلي إليك وأنفذ إذا تبين لك فإنه لا ينفع حق لا نفاذ له آس بين الناس في مجلسك ووجهك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك البينة على من ادعى واليمين على من أنكر والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ولا يمنع أنك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك وهديت لرجدك أن ترجع إلى الحق إن الحق قديم لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا في سنة واعرف الأشباه والأمثال ثم قس الأمور عند ذلك واعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى واجعل لمن ادعى حقا غائبا أو بينة أمدا ينتهي إليه فإن أحضر بينته أخذت له بحقه وإن استحللت عليه القضاء فإن ذلك أنفى للشك وأجلى للعمى وأبلغ في العذر والمسلمون عدول في الشهادة بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو قرابة فإن الله قد تولى منكم السرائر ودرأ عنكم الشبهات وإياك والقلق والضجر والتأذي بالناس والتنكر للخصوم في مواطن الحق التي يوجب الله بها الأجر ويحسن الذخر فإنه من يخلص نيته فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى ولو على نفسه يكفيه الله ما بينه وبين الناس ومن تزين للناس فيما يعلم الله خلافه منه شانه الله وهتك سترة وأبدى فعله فما ظنك بثواب عند الله عز وجل في عاجل رزقه وخزائن رحمته والسلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة